موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة نستعرض وإياكم أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية عن التطورات المتسارعة والتي تشهدها اليمن بداية الجولة في الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت جاء فيه سقوط جرح في هجوم لمقاومة أزال في معبر على منزل قيادي يعمل مشرفا للميليشيا في محافظة ريمة في الشأن الإغتي إشادة عربية بدور دولة قطر في استضافة مؤتمر لإغاثة اليمنيين عنوان الموقع أيضا محافظ تاعز يهنئ قادة الجيش والمقامة على الانتصارات الكبيرة بالجبهة الغربية من العنوين التي جاءت والتي نذهب إلى تفاصيلها خبر من تاعز عن دعوة إدارة أمن المحافظة إلى رفع الجاهزية الأمنية لحماية ممتلكات المواطنين يقول الخبر دعا القائم بأعمال مدير أمن تاعز ورئيس اللجنة الأمنية العليا العميد عبدالواحد سرحان دعا كل أبناء الجيش الوطني واللجنة الأمنية وأفراد الأمن والمقاومة إلى رفع الجاهزية لحفظ الأمن والسكينة العامة وللحفاظ على ممتلكات المواطنين وبالأخص في هذا الوقت يجب أن يكونوا على يقظة دائمة ويكونوا أعينا لا تنام عن خدمة الصالح العامة قال العميد سرحان لدينا خطة أمنية تهدف إلى استثباب الأمن وفق خطوات حازمة وحاسمة سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة ولا يمكن أن نفرط بأمن المدينة وبسكينتها العامة نتحول إلى موقع يمن مونيتر نقرأ أبرز ما جاء فيه كابل بحري يربط اليمن بـ 28 دولة لتطوير الإنترنت في عدن وبشأن تطورات تعز الرئيس هادي ونائبه يهنئان الشيش والمقاومة الشعبية والمقاومة الشعبية بانتصارات تعز في الشأن السياسي نقل الموقع عن وزراء الخارجية العرب القول الحل في اليمن وفق المبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني نذهب إلى الشأن السياسي أيضا نقرأ خبر تصريحات مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني عن المشاورات السياسية يقول الموقع توقع السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني توقع إجراء محادثات سلام يمنية نهاية شهر مارس الجاري أشار اليماني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن المبعوث الأممي لم يحدد بعد تاريخ المحادثات لكن من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وأن تعقد في سويسرا شدد السفير اليماني على الموقف الرسمي للحكومة اليمنية وهو التأكيد على الاستعداد للذهاب إلى أي جولة مفاوضات اليوم قبل الغد لإيمان الحكومة اليمنية أنه لا يوجد حل للأزمة إلا عن طريق التفاوض وتنفيذ القرار 22-16 قال اليماني كنا جاهزين لجولة جديدة كان من المقرر عقدها في الرابع عشر من يناير الماضي لولا أن رفض الطرف الإنقلابي المشاركة فيها وما زلنا جاهزين وعلى استعداد للبحث في كافة الملفات بما في ذلك دراسة وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف لإنجاح المسار السياسي مع انتصارات تعز تحت هذا العنوان كتب هشام المسوري في موقع يام المونيتر وكتب المسوري عن انتصارات تعز وقال كان الناقدون بدوافعهم المختلفة يتحدثون عن السرخاء تعز يفسرونها من خارج تفاصيلها معاناتها وظروفها بعيدا عن تحديات مقاومتها وطبيعة تحركاتها شرحنا وضع تعز بتصوراتنا ذهنية كانت تأسيرنا دوافعنا وحساباتنا ومقاييسنا نحن ولم يكن الكثير منا يحاول الاقتراب من تفاصيل تلك المدينة وريفها وجهود مقاومتها نتحدث في غمرة اليأس عن تعز بينما كانت مقاومتها تخوض معركة من الأهمية بحيث توازي معركتها المباشرة كانت معركة الاعداد الذاتي المحدود بقدراتها مستلهمة الأمل الذي تجل اليوم لم يكن ينقص تعز مقاومتها الإيمان بالقضية والاستعداد للتضحية ودفع القلفة لكنها تسير في توازن شعوري وعملي وتكامل في التصور والسلوك ويقين عالم بضرورة الكفاح في سبيل الكرامة الإنسانية وإعداد للمعركة الحاسمة ومن ثم الانطلاق واجهت المقاومة تحديات وتفاصيل لم نكن نتصورها المقاومة لديها رجال يملكون فائضة حماسة للمعارك غير أن قيادتها تملك أيضا أحاسيس ومشاعر إنسانية رفيعة تجعلها تحافظ أكبر قدر ممكن على رجالها على اعتبار أن عوامل التخطيط مع الصبر والاحتمال تعمل على تحقيق الانتصار بأقل الخسارات البشرية إذا كان الإنسان هو أرخص الأشياء في تصورات وشعور وسلوك قيادة الميليشيا الإجرامية فهو كل شيء وكرامته الإنسانية أغلى بالنسبة لقيادة المقاومة هذا هو الفرق بين المقاومة في سبيل كرامة الإنسان الذي كرمه الله وسخر كل المقاومات المادية في الكون والحياة من أجل إنسان كريم وبين ميليشيا تسخر الإنسان وحياته وكرامته من أجل مصالح امتيازات قياداتها فحولته إلى جثة نذهب إلى موقع التغيير نت تعز احتفالات بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية الشأن العسكري حجد لقوات الشرعية تمهيدا للسيطرة على الساحل الغربي وتهاما ركز الموقع على تفاصيل المعارك التي شهدتها محافظة البيضاء وجاء في التفاصيل قتل ما لا يقل عن 14 من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وأصيب آخرون في هجوم واسع لرجال المقاومة الشعبية على مواقع للميليشيا في جبل جميدة وجبل الثعالب بقيفة ردع أكد المصدر في المقاومة لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن رجال المقاومة تمكنوا من تحرير جبل جميدة الاستراتيجي بالكامل ودحروا الميليشيا منه بعد معارك عنيفة استمرت ساعة أوضح المصدر أيضا أن رجال المقاومة انسحبوا فيما بعد من جبل جميدة الاستراتيجي لقلة الإمكانيات للمقاومة التي تسمح لها بالتمركز في الجبال مكتفين بتصفية مصادر النيران نبدأ أخبار موقع نيوز يامن من تعز التي شهدت عملية عسكرية واسعة فيها ناطق الجيش الوطني العبيد الركن سيمير الحاج ينفي فك الحصار كاملا عن مدينة تعز عنوان الموقع أيضا مدفعية الجيش الوطني والمقاومة تدك مواقع ميليشيا صالح والحوثي في الربيع والضباب في تعز نذهب إلى قراءة تفاصيل خبر عن تصريح محافظ تعز علي المعمري والذي قال الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المدينة كانت ثمرة لعملية تنسيق كاملة مع التحالف العربي وعلى مستوى وحدات الجيش وفصائل المقاومة الشعبية في المدينة وأكد المحافظ أيضا أهمية أن تعمل دول التحالف العربي لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكافة الأشكال للحفاظ على الانتصارات التي تحققت في المدينة وضمان استكمال عملية تحرير المحافظة من ميليشيا الإنقلاب ننتقل إلى موقع مصدر أونلاين نقرأ فيه الأهالي يمنعون مسلحين حوثيين من اختطاف أحد المواطنين في همدان بصنعاء تعز إصابة مراسل قناة سكاي نيوز العربية أثناء تغطيته المواجهات في تعز إلى إب مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر في مدرية حزم العدين اهتم الموقع بموقف وزير الخارجية من التطورات المتسارعة في تعز والتي نشرها على حسابه في تويتر قال الموقع قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الإنقلاب في فترته الأخيرة وأضف المخلافي في تغريدة لا على تويتر إن الفترة القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة على كل الأصعد أكد المخلافي أن الإنقلاب سينضحر تعز ستنتصر الأوهام تسقط ويأتي ذلك بالتزام مع استمرار تقدم الجيش والمقاومة في مدينة تعز بعد إعلان فك الحصار عن المدينة بشكل رسمي نصر عسكري وعجز سياسي في اليمن تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالا في موقع مصدر أونلاين عن الفشل السياسي الموازي للعمل العسكري في اليمن وتقول الكاتبة ثمانية أشهر منذ أعلن التحالف سيطرته على مدينة عدن ثاني أكبر حوادر اليمن وعاصمة اليمن الجنوبي سابقا وعوضا عن التقدم ولو بسيطا في اتجاه استقرار الوضع بها عاصمة مؤقتة أصبحت المدينة ترمض إلى الفوضى والغياب الكلي للدولة كشاهد قاسي الصراحة ومعبر عن غياب أي تصور سياسي لما بعد المعركة لدى التحالف الذي تحمس للتدخل عسكريا في اليمن قبل قرابة العام الانتصارات العسكرية التي تتحول هزائم سياسية تكون نتيجتها أسوأ بكثير من الهزيمة العسكرية فلا أحد يتذكر ما أنجزته أمريكا في العراق بالنصر العسكري بعد الإخفاق السياسي الذريع في إدارة ما حققته عسكريا وعمليا تحول هذا الإنجاز العسكري إلى أكبر حالة استنزاف للدولة الأمريكية باستثناء شبكة المصالح من شركات أمن وبيترول ليس بعيدا جغرافيا وزمانيا عندما حاول الحوثي وصالح ابتلاع اليمن عسكريا وفي كل مرة تزداد القبضة العسكرية وينكشف العجل السياسي أكثر كان من الواضح وقتها أن لا شيء قادر على وقف هذه الآلة العسكرية لكن ماذا عن السياسة؟ لم تأخذ صنعاء من الحوثي ثلاثة أيام ليسيطر عليها عسكريا وتتجول لجانه الشعبية في شوارعها لكن هل سيطر عليها سياسيا حتى الآن؟ وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على دخوله لمؤذر المدينة تحولت صنعاء إلى أكبر مرآة لفشله السياسي وهشاشة تحالفه مع صالح وتحولت ذكر دخوله نكبة وطنية ليس فقط بسبب مآلاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بل حتى نكبة على المستوى الجمعي في وعي الناس ومشاعرهم بتباين رؤاهم وخلفياتهم نبدأ العنوين التي جاءت في موقع الموقع وعن مدينة عدن نقطة أمنية تفرج عن عشرين فردا يعملون في تأمين منطقة المعاشيق وعنون الموقع في أخباره المجلس العسكري في إب يبارك انتصارات تاعز ويعتبرها دافعا لتحقيق النصر في بقية المحافظات جاء في الموقع أيضا صالح يوسط قيادات مؤتمرية منشقة للتفاوض مع السعودية ركز الموقع أيضا على تقرير حقوقي رصد انتهاكات الميليشيا بحق المدنيين في مدرية حزم العدين بإب خلال سبعة أشهر تناور الموقع في التفاصيل كشف تقرير حقوقي أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة إب وسط البلاد ارتكبت نحو 240 انتهاكا بحق المواطنين بمدرية حزم العدين غرب المدينة بحسب منظمة رصد للحقوق والحريات فقد بلغ عدد الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين خلال سبعة أشهر فقط منذ أغسطس الماضي بلغت 240 انتهاكا لمنازل وممتلكات خاصة بمدرية حزم العدين وأوضحت المنظمة بأن ميليشيا الحوثي والصالح بمدرية حزم العدين ارتكبت سلسلة من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين خلال الستة الأشهر الأخيرة وبحسب المنظمة فقد بلغ ما تم رصده منذ أغسطس الفائت أكثر من 727 انتهاكا وجريمة مختلفة نالت المنازل والبيوت النصيب الأوفر مشاهدين الكرام نطالع وإياكم ما تقوله الصحافة العربية ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا نواصل معكم مشاهدين كوشك الصحافة ونطالع أهم ما ركزت عليه الصحف العربية الصادرة اليوم في أعدادها والتي أولت معارك تاعز الاهتمام حيث قالت صحيفة الخليج إن المدينة المحاصرة تعرضت لحرب انتقام واضح وقالت الصحيفة خلافا لسائر المدن اليمنية تتعرض تعز العاصمة الثقافية لليمن وأكبرها كثافة سكانية منذ عام لانتقام وحشي من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فبالإضافة إلى قصف مدفعي قصف مدفعي أزهق أرواح المئات من المدنيين وقضى الحصار الخانق على ما تبقى فيها من حيئة اشتاحت الميليشيا الانقلابية مدينة تعز في الواحد والعشرين من مارس عام 2015 وبدأت بتعزيد تواجدها بالمئات من المسلحين الذين سيطروا بالطواطئ مع قيادات سياسية وعسكرية موالية للنظام السابق على مرتفعات استراتيجية استخدموها لقصف الأحياء السكنية وتفيد الخليج لعل توغل ميليشيا الحوثي وصالح في الأحياء السكنية كان الفتيل الذي أشعل نار المواجهة الحقيقية حيث بدأت مقاومة مسلحة من سكان المدينة تتشكل لحماية تلك الأحياء منتصف إبريل من العام الماضي فانخرط فيها الألاف من أبناء المدينة الرافضين لحكم الميليشيات وعن الضحايا التي قدمتهم تعز قالت الصحيفة بلغ عدد الضحايا من المدنيين فقط 1536 شهيدا بينهم 148 طفلا و135 امرأة وأكثر من عشرة آلاف جريح كإحصائية أولية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي إضافة إلى 288 جريحا بحاجة ماسة للسفر إلى خارج الوطن بحسب إحصاءات مكتب الصحة صحيفة البيان ذهبت إلى متابعة سيرة إحدى الآليات العسكرية التي ساهمت في تقدم المقاومة في تعز وعلقت الصحيفة دبابة تروي مسيرة المقاومة ضد المتمردين تقول الصحيفة في وصف تلك الآلية بموسيقى مجنزراتها وهي تتجه نحو أوكار ومتارس الميليشيات الإنقلابية يتفاءل المقاومون وأفراد الجيش الوطني في تعز بالدبابة التي أطلق عليها اسم المبروكة وهي من طراز تي 55 روسية الصنع وتلخص الدبابة سيرة كفاح اليمنيين ضد الميليشيات الإنقلابية في تعز منذ إعلان المتمردين الحرب على المدينة في إبريل عام 2014 فكانت أولى القذائف التي أطلقها المقاومون على الإنقلابيين في دفاعهم عن المدينة بواسطة المبروكة وتنقلت هذه الدبابة بين الجبهات منذ خروجها من مكانها الأول اللواء 35 فشاركت في معارك جبل جراء تضيف الصحيفة أنها شاركت أيضا في معارك الزنقل شمال تعز وكانت المبروكة حاضرة ومن ثم في معركة تحرير مبنى السلطة المحلية للمحافظة لتعاود في سبتمبر الماضي المشاركة في معارك الجبهة الغربية في الحصب بيرباشة تقول الخليج إنها تجسد انتصارات الشرعية ورحلة الكفاح ضد الإنقلاب وهو كفاح يكتب المقاومون فصول انتصاراته الأخيرة فيما تتداول أوساط المقاومة عن تحضير نصب تذكري خاص بالمبروكة بشائر النصر تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البيان الإماراتية افتتاحية وقالت الصحيفة تبدو في الأفق اليمني مؤشرات لمشهد سياسي جديد لا مكان فيه لإيران وأطماعها ودسائسها في المنطقة العربية هذا لو صدق الانقلابيون الحوثيون ويبدو أيضا بعد صفعة الدول العربية لإيران باعتبار حزب الله اللبناني بميليشياته المختلفة منظمة إرهابية أن الرياح لن تأتي بما تشتهيه طهران فقد جاءت رسالة من قيادي حوثي موجهة إلى إيران بلهجة حادة نأمل أن تكون صادقة وتعكس بالفعل تغيرا في توجهات الانقلابيين لتعكس بشائر للسعي للحل السياسي في اليمن ورفض للتدخلات الإيرانية السافرة إنها صفعة لإيران لم تأتي من فراغ بل جاءت نتيجة النجاحات الكبيرة التي حققتها قوات التحالف العربي الداعمة للقوات الشرعية في اليمن هذه الرسالة الصفعة تأتي في توقيت تلوح فيه في الأفق مؤشرات مساع للحل السياسي وبعد إعلال الانقلابيين الحوثيين عن استعدادهم لتنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشرعية كذلك تأتي بعد ساعات من التهديئة على الحدود ووساطة قبلية وإطلاق سراح أسير سعودي وحديث حول مباحثات مباشرة في عسير بخصوص وقف إطلاق النار ويأمل الجميع في جولة المباحثات المقبلة الوصول إلى حل للأزمة اليمنية ووضع حد للتدخلات الإيرانية في بلداننا العربية إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي تابعت التطورات السياسية علقت حزب صالح والحوثيون يدرسان مسودة لاتفاق لإيقاف الحرب في اليمن كشفت مصادر مطلعة في صنعاء للسياسة إن مسودة اتفاق لإيقاف الحرب في اليمن سلمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل والدشيخ أحمد في عمان إلى ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي ولممثلين عن جماعة الحوثي لدراستها قالت المصادر إن تسليم المسودة جاء تمهيدا لبحثها خلال الأيام المقبلة على طاولة مفاوضات في الأردن يشارك فيها ممثلون عن السعودية وآخرون عن جماعة الحوثي وحزب صالح للتوقيع عليها بشكل نهائي موضحة أن مسودة الاتفاق تضمنت وقف إطلاق النار أضافت أن المسودة نصت على تشكيل حكومة يمنية انتقالية وأن تقوم الميليشيا بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى هذه الحكومة ثم يتم الاتفاق بعد ذلك على المسائل المتعلقة بإعادة الإعمار ولفتت المصادر إلى أن السعودية ترفض بشداء الحوار بشكل مباشر مع حزب صالح لكنها قد تعيد النظر بهذه الجزئية إذ شعرت بأن هناك موقفا إيجابيا من قبل الحزب لتعطي بذلك فرصة لولد الشيخ أحمد لتحديد موعد للمفاوضات المتصلة بهذا الشأن صحيفة العرب الجديد ذهبت للاهتمام بواحد من الموضوعات الطارئة الحوثيون والقاعدة يهددون شركات الهاتف النقال في اليمن تقول الصحيفة امتد الصراع الذي تشهده اليمن للسيطرة على قطاع الاتصالات حيث بات بقاء شركات الهاتف النقال مهددا في ظل محاولات الجماعات المسلحة من جانب الحوثيين أو تنظيم القاعدة فرض سيطرتها على الشركات ومطالبتها بأموال من أجل السماح باستمرار عملها تفيد العرب الجديد بينما قررت الحكومة اليمنية منتصف فبراير الماضي تجديد ترخيص شركات الاتصالات النقالة والمنتهية منذ مطلع العام الماضي عام 2015 هددت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية بإيقاف نشاط هذه الشركات مطالبة إياها بدفع رسوم تجديد الترخيص إلى الحوثيين وأعلنت وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مؤخرا أنها خاطبت شركتين سبفون وأمتئن بسداد عشرة ملايين دولار لكل شركة مقابل تجديد ترخيص للشركتين مؤقتا قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات في تصريح للعرب الجديد إن ترخيص الشركتين انتهت ويقتضي تجديدها ونقلت وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة لإدارة الحوثيين عن بيان لوزارة الاتصالات مؤخرا أن الوزارة أعطت الشركتين الفرصة والمهل العديدة والكافية مهددة بعدم تجديد الترخيص لهما أوباما يريد مستبدين أذكياء في الشرق الأوسط تحت هذا العنوان كتب وائل عصام مقالا في القدس العربي وقال وائل أكثر ما هو لافت في الموضوع الذي كتبه الصحفي بولد بيرك في مجلة أتلانتك هو التعليقات التي أطلقها أوباما بعيدا عن الإعلام برغبته بالاعتماد على مستبدين أذكياء في الشرق الأوسط وهي تماثر السياسة الواقعية التي يعتمدها الأمريكيون فعلا في الشرق الأوسط منذ عقود بدعم أنظمة غير ديمقراطية طالما حققت للولايات المتحدة مصالحها في المنطقة بعيدا عما تروجه المؤسسات والمنظمات العربية المرتبطة بالغربيين والمفعمة برومانسيات الديمقراطية والدولة المدنية وغيرها من المفاهيم التي دابت على ترويجها للجمهور العربي بحسب الصحفي الأمريكي غولدبرغ فإن أوباما كان يقول ساخرا كل ما أحتاجه في الشرق الأوسط هو بعض المستبدين الأذكية ولعل هذا أحد الأسباب التي دفعته للعدول عن قراره بضرب النظام السوري بعد عملية الكيماوي إضافة طبعا لما شرحه الصحفي الأمريكي من عوامل طرأت ونصائح وردت إليه من بعض مستشاريه وعوامل أخرى رآها وجهة بعدم توجيه ضربه ويبدو أنه وجد أن إضعاف الأسد سيهز أحد المستبدين الأذكياء الذين يرى وجودهم أفضل من الفوضى في الشرق الأوسط كما هي سياسة الاحتواء الأمريكية ورغم أن هذه النظرة تبدو واقعية بالنسبة للأمريكيين ولأوباما إلا أن المفارقة تكمن في أن بعض المسؤولين العرب يريدون أن يعلموا أوباما ما هي مصلحة أمريكا وكما يروي الصحفي غولدبرغ فإن مسؤولين عربا وسفراء في واشنطن أطلقوا تعليقات غاضبة عندما ترجع أوباما عن ضرب الأسد قائلين إننا نظن أن أمريكا يجب أن تكون أقوى من ذلك وكأنهم يعتقدون أن مهمة أمريكا على كوكب الأرض هي الراعي الأبدي والأبو الحنون الذي يسهر على حل مشاكل حلفائه من الحكومات العربية والدخول في حرب نيابة عنها ومهاجمة أعدائها وكأنهم يؤمنون أكثر من كيسنجر نفسه بأمريكا عندما قال إن لقوة أمريكا حدود بهذا القدر مشاهدين من مقالته الصخف العربية الصادرة اليوم في أعدادها نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة كوشك الصحافة أترككم الآن مع الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة